تشتهر الغطط الكبيرة بخفة الحركة ومهارات الصيد الممتازة في حين أن هذا الصيد قد يكون نظيفا وسريعا إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون مروعا للغاية ما مدى خطورات تلك الهجمات البرية وما الذي يتطلبه الفهد لتحقيق عملية الصيد الناجحة ترقبوا الإجابات لأننا اليوم سوف نشاهد بعض لحظات الصيد الغاصية للغطط الكبيرة في البرية الأسود هي الغطط الكبيرة التي تتجنبها العديد من الحيوانات الضعيفة بأي ثمن لقد أظهرت لنا هذه الوحوش مرارا وتكرارا أنها تعرف كيف تستطع الأسد لديه شهية كبيرة يحتاج ذكر الأسد إلى استهلاك حوالي 7 كيلوغراما من اللحم يوميا للحفاظ على طاغته شاهد هذا المقطع وشاهد كيف يقوم ذكر الأسد بمطاردة منفردة لاتغاط وجبة خفيفة لغد رصدت صغار جاموس ضعيف انفصل عن غطيعه هذا النوع من الفرائس يجعل الفريسة أمرا مغريا يراغب الأسد صغار الجاموس بعناية ويدخل في موضعه ويطارده بمجرد أن يقترب بدرجة كافية يبدأ في الجاري مما يؤدي إلى رعب الجاموس الجاموس الصغير أجهز عن الدفاع عن نفسه فلا عجب أن يتمكن هذا الأسد من الغداد عليه وغتله على الفور بالتأكيد لن يستغرغ الأمر وقتا طويل النمور نوع آخر من الغطة الكبيرة سيئة السمعة تحب هذه الحيوانات المختلسة الصيد وقد تتعرف من أسلوبها على الصيد إذا كنت تمتلك غطا مستانسا في الصيد سوف ينحني الغط على الأرض ويراغب فريسته وعندما يشعر بالاستعداد سوف يقتربون منه ببطء يقتربون قدر الإمكان من أجل تغليل المطاردة لأن النمر غادر فقط على الراكث لرشغات نارية غصيرة وعندما تكون غريبا بما فيه الكفاية فإنها تنغد وتبدأ في عضل عنق أو حلغ الحيوان يمكنك أن ترى كل ذلك يحدث في مقطع التالي حيث يمكننا أن نرى الأسلوب المذهل في اللعب عندما يرصد النمر حيوانا وحيدا شاهد بينما يظل النمر منخفضا يجري سريعا نحو الفريسة عملت الخطة بشكل مثالي حيث نجح النمر بالتغاط وجبته النمر يحمل جسد الفريسة ويتباهى بهذه المهارة الثمينة وسيأخذها إلى مكان آخر ويبدأ بتمزيغ لحمها يميل أسد الجبل إلى الصيد بمفرده وبفضل بصرهم المتقدم وسمعهم الحساس بشكل لا يصدق يمكنهم الصيد ليلا عندما تكون المنافسة أغل مع الحيوانات المفترسة الأخرى هذا وقت لا يتوقع فيه الفرائس هجوما حيث معظم الحيوانات الأخرى نائمة في هذا المقطع يمكنك أن ترى الغزاء الخارج لشرب المياه في منتصف الليل لا تدرك أنها مستهدفة من غبل أسد جبل متصدر يخفز أسد الجبل ويمسك بالفريسة